ضمن طلاع سموه المستمر على سير العملية الأكاديمية في إمارة الشارقة شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بمكتب سموه في الجامعة توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم الهيئة العامة للطيران المدني الاتفاقية وقعها عن الهيئة مديرها العام سيف محمد السويدي وعن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وتقضي الاتفاقية بدعم العديد من المجالات المشتركة بين الجامعة والهيئة إذ تجتمل على دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الطيران المدني من خلال عدد من المشاريع البحثية كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى استقدام خبراء عالميين من خارج الدولة لإجراء ودعم الدراسات والأبحاث بالإضافة لتقديم الاستشارات الفنية أو القانونية سواء من خلال الطلبة أو من خلال الهيئة التدريسية بالإضافة لتوفير منح بحثية لطلبة الماجستير والدكتورة وتقضي الاتفاقية أيضا بدعم وتمويل استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة كالقانون الجوي والفضائي مع كلية القانون وهندسة الطيران بالإضافة لكلية الهندسة وطب الطيران مع كلية الطب اللقاء تناول أيضا بحث العديد من الموضوعات المشتركة المعنية بالجانب العلمي والبحثي ما يعزز من العلاقات بين جامعة الشارقة والهيئة العامة للطيران المدني ترجمة نانسي قنقر